السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني كراه من اضراء القرعة ديال دوري أبطال أوروبا واللاعبين المغاربة وكذلك على دوري الأوروبي وكذلك دوري المؤتمر واللاعبين واللاعبين اللي لعبوه البارح في دوري الأوروبي ودوري المؤتمر تقييم ديالهم الأداء اللي قدموا دلونا أخوتي الشاركة وليك ونشكركم ونبدأ مع حاكم زياش اللي جبت القرعة مع فارقه تشيلسي أمام فارق ريال مادريد فارق ريال مادريد هو المرشح في المباراة هذه كانت منه والحاكم زياش التوفيق مع فارق وشيسي في قادمة المباراة إن شاء الله ويبقى يلعبك أساسي بالنسبة للنصير المزراوي جابتهم القرعة فارق وبايير ميونخ أمام فارق مانشيستر سيتي المباراة كما قلنا تكسر العظام بكل معنى الكلمة كما شونا فارق مانشيستر سيتي كتاسح فارق ليزيج بسبعات الأهداف وتأهلوا الدور تمو النهائي كانت منه والنصير المزراوي التوفيق خصوصا اللاعب المغاربة اللي يمارسل جميع الفرق الأوروبية كانت منه والنصير المزراوي بالنسبة كبيرة ما غيكونش حاضر في هذا المباراة يلعبك أساسي بعدما رجع من الإصابة وكانت منه إن شاء الله يكون جاهز ويلعبك أساسي في المباراة المقبلة والتي عنده منافسة كبيرة معه كانسلوا بالنسبة ليوسف النصير علعبو البارح وخسروا المباراة أمان فارق توركي بهدف لسيفر ومغار ركزوش على هذا المباراة يصبح نصير يلعب تسعود وخمسين دقيقة فقط وخرج بالنسبة جابتهم القرعة مع فارق منشستر يونايتد كما شفنا فارق منشستر يونايتد قوي هذا العام هذا قصاوا فارق برشلونة وقصاوا بيتيس ربحهم ذهب وإياب ستكون المباراة صعيبة وكنتمنى صراحة يفوزوا فارق إشبيلية وهذا الشيء اللي كانتمنى لهم إن شاء الله بالنسبة للأوسامة الإدريسي لعب مباراة كبيرة مع فارق وأمام شاختار دونيسكا الأوكراني وربحوا بسبعات الأهداف مقابل هدف سجلت هنا إياه فاد المباراة وخرج في الدقيقة 62 من المباراة وتقييم ديالو كان هو 8.9 تقدم مباراة كبيرة المباراة ستكون أمام فارق روما الأيطارية ستكون مباراة صعيبة كما شفنا فارق روما قصة فارق ريال صوصيداد الإسباني بعد ما ربحوهم في الدهاب بهدفه لسفر وفي الإياب خرجت المباراة صفر ليمتلي بالنسبة للسوفيان أمام رابط في دوري المؤتمر الأوروبة ربحو البارح بربعات الأهداف لسفر ربعات الأهداف عفو اللي واحد وكما شفنا سوفيان أمام رابط قدم مباراة في المستوى العالي وخرج في الدقيقة 83 من المباراة وكانت منناوله توفيق القرعة كما نقوله سهلة بالنسبة للسوفيان أمام رابط في دوري التومون وكانت منناوله ان شاء الله توفيق ووصلوا للناس في النهائي وتكون المواجهة أمام فارق نيس اللي ستكون مواجهة مغربية وكانت منناوله متوفيق بالنسبة للنايف أكرد فارق ويستهام ربحو بربعات الأهداف اللي استفر ما شاركش في المباراة قاعباتها تانبات لبعن الكريمة ما لعبش البارح وكانت منناوله الصراحة التوفيق نيس اللي قدم مباراة كبيرة مع فارق ويستهام وكما شاهدنا القرعة اللي كما نقوله غاجاتهم بهذا المعنى الكلمة السهلة وكانت منهم مع الفارق البلجيكي يعني فارق ويستهام هو المرشح كما نقوله بهذا المعنى فارق في البريميري وفارق في الدوري البلجيكي وكانت منناوله التوفيق بالنسبة لأيوب عمراويجة وفارقه في الدوري المؤتمر مع فارق بازيل السويسري كانت منناوله التوفيق استدعى وادر جراغي أول مرة المنتخب ودهير عيصر خصوصا دهير عيصر في المنتخب المغريبي كان عاني ومهذا المركز هذا خصوصا كانت منناوله التوفيق لعب بارح مع فارق ديالور بحب ثلاثة مقابل هدف تخل في الدقيقة سبعة وستين من المباراة يعني لعب مباراة جيدة جدا وكانت منناوله صراحة التوفيق لعب غير يكون عنده مستقبل كبير كما شاهدناك يقدم مباراة في المستوى مع فارق النيسة الفرنسي وكانت منناوله الصراحة التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكان معكم محمد